يلا بينا نكمل الحلقة عن الشدات انا هنا هنشرح دلوقتي الشدة مع التنوين بالكسر احنا خدنا الشدات من البداية وصلنا لحد الشدة مع التنوين بالكسر كلنا عارفين التنوين بالكسر وعارفين الشدة تعالوا نبدأ بينا نقرأ وبعد كده نبدأ نشرح انا هنا عندي كاف فتحة كاف شدة زي ما انتو شايفين الشدة لوحدها زي السكون بدوس عليها لانها حرف ساكن بنقول كاف بننطقها كاف لان هنا الشدة لوحدها متفقين الشدة هنا لوحدها تعالوا نبدأ نشوف هنا كافين كافين ما بقولش كاف ما بدوسش هنا بقول كاف على طول لان الفاء هنا تنوين بالكسر فهنا نطقها كاف على طول ما بقولش كاف لان ما فيش شدة ادوس عليها هنا هنطق الكاف فتحة كا والفاء تنوين بالكسر هقول كاف كاف زي ما احنا شايفين في الاربع كلمات اللي احنا شايفينهم قدامنا نفس الحرفين الكاف والفاء الكاف والفاء بس هي الحركة اللي بتغير نطق الكلمة علشان كده لو فهمنا الشدات وعرفنا بتتنطق ازاي بتتكتب ازاي هنقدر نكتب اي كلمة وما نغلطش هنا هقول كاف فتحة كا فا تنوين بالكسر هقول كاف على طول كاف تعالوا هنا نشوف الشدة لما جات معاهم هقول كاف فين انا هنا بقى عملت ايه دست على الفاء لان انا شايفة شدة فوق في شدة وفي تحتها بتنوين بالكسر في تحت الشدة تنوين بالكسر طبعا الفتحتين اللي احنا شايفينهم لو طلعوا فوق الشدة هيبقوا تنوين بالفتح ودي مشكلة لازم نحطهم تحت الشدة علشان نقول عليهم تنوين بالكسر يا ايما نحطهم تحت زي ما احنا شايفين هنا شدة فوق والتنوين بالكسر تحت كده صح والطريقة دي صح الطريقتين كلهم صح لان انا بحط التنوين بالكسر تحت الشدة يا اما تحت الحرف تعالوا نكمل كلامنا هنا هقول كف لان الشدة لوحدها هنا كافين تنوين بالكسر هنطقها على طول كده كافين تنوين بالكسر ايه رأيكم بقى لو حطينا الشدة مع التنوين بالكسر الشدة خدنا الشدة من هنا وخدنا التنوين بالكسر من هنا وحطناهم في كلمة نشوف طريقة نطقهم هقول كاف فين لازم ندوس على الفاء لان الفاء هنا بتقول يا ميس انا علي شدة وعلي كمان تنوين بالكسر علشان ما نزعلش الشدة وما نزعلش التنوين بالكسر هنقرأ الفاء دي مرة مع الشدة وهنرجع نقرأ الفاء تاني مرة مع التنوين بالكسر هقول كاف فين كاف فين ندوس عليها هنا ليه ما نطقناش ما دوسناش عليها زي ما احنا شايفين لان دي ما فيش فيها شدة هقول كافن على طول كافن أما هنا هقول كاففن ندوس عليها نظهر الشدة اللي هي زي السكون والكاففن تعالوا هنا نشوف الشدة دي نطقها زي دي بس أنا هنا بفرق لكم إن الشدة لو حطيت تحتها التانوين بالكسر تبقى طريقة صحيحة ولو حطيت الشدة برضو هنا والتانوين بالكسر تحت الحرف تبقى طريقة صحيحة طالما الكسرتين تحت الشدة فوق الحرف أما تحت الحرف طالما فوق الشدة فوق تبقى الكلمة صحيحة وطريقة نطوهم صحيحة هقول هنا كاففن وهنا كاففن أنا هنا بنطق الفاق مرتين مرة مع الشدة وبرجع ما زعلش الفاق وانطقها برضو تاني مع التانوين بالكسر كاففن تعالوا نرجع نقرأهم تاني كاف كاف كافن 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 كاففن كاف 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 فا ضم فو لعم سكون فل السكون دي اخت الشدة زيها زي الشدة بالضبط حرف يساكن بدوس عليه بقف عند اي حرفة عليه الشدة او عليه السكون بقف عنده هقول فل كده فل وهنا برضو الشدة فل هتتنطق زيها زي السكون بالضبط الفرق ما بينهم الفرق ان السكون دي مش بحط عليها اي حركات والشدة دي بيتحط عليها اي حركة من الحركات اللي قبل كده اللي خدناها بتحط عليها اي حركة من حركات اللغة العربية اما السكون مش بينفع نحط عليها اي حركات ده الفرق ما بينهم وهنشرحه في حلقة تانية بازن الله تعالوا نكمل كلامنا انا بقول هنا فا ضم فو لام شدة وتنوين بالكسر زي ما احنا شايفين الكسرتين لو تحت الشدة محدش يقول يا ميس ما هم فوق الشدة يبقى تنوين بالفتح لأ طبعا التنوين بالفتح زي ما احنا عارفين انه لازم ييجي بعد اي الف والتنوين بالفتح كمان مش بييجي فوقي شدة لو الشدة جات فوقه يبقى تنوين بالكسر يبقى تنوين بالكسر هنا هقول فل لن فل لن نطقتها ازاي ميس انا نطقت اللام دي ساكنة وبعد كده نطقت اللام تنوين بالكسر هقول فل لن زي ما احنا شايفين اقول انا كنت بتكلم فيه ان الشدة تبقى فوق والتنوين بالكسر يبقى تحت الحرف الطريقة دي اه صحيحة ودي صحيحة فل لن فل لن تعالوا نطبق اللي احنا بنقرأه دلوقتي انا هقول كده فل نطقت اللام دي مع الشدة فل نطقتها سكنة وبعد كده هنطقها بالتنوين بالكسر التنوين بالكسر ده الواحده هيتنطق لام تنوين بالكسر لن لن لما احنا جمعنا التنوين بالكسر والشدة مع بعض فبقول عليهم فل لن فل لن بس مش بيتكتبوا بالطريقة اللي انتو شايفينها دي لا هو بتكتب بالطريقة دي فل لن كده الحرف بيتنطق مرة واحدة بيتنطق مرتين لكن بيتكتب مرة واحدة فول لين فول لين استنوني بقى في الفيديو اللي بعد كده هشرح لكو الشدة مع التنوين بالضم وكده اخلصنا من الشدة مع التنوين وبعد كده نبدأ مع الشدة مع المدود ودي هتكون اخر مرحلة في تعلم اللغة العربية ولايك واشتراك